أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بإمتنام البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسلية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا على التبرير في إطار تعليمي في الرسالة لأهل غلاطية قال أشار بولوس إلى أن التبرير يأتي من الإيمان بالمسيح التبرير هو نتيجة رحمة الله التي تقدم المغفرة بموت يسوع انتصر الله على الخطيئة ومنحنا المغفرة والخلاص وإذ أصبحنا مبررين استقبلنا الله وصلحنا وهذا ما حدث مع بولوس نفسه عندما التقى مع المسيح وآمن به إذ ذاك اكتشف أننا لا نبرر بجهودنا بل بنعمة المسيح الإيمان بموت يسوع وقيامته من بين الأموات هو الذي يبررنا ويخلصنا وأضاف قداسته مع ذلك يجب ألا نستنتج أن شريعة موسى لم يعد لها قيمة بل هي عطية باقية من الله لا يمكن إلغاؤها وهي مقدسة كما قال القديس بولوس كذلك بالنسبة لنا يجب أن نحافظ على الوصايا ولكن طبق نعمة الله التي ننالها في المسيح هي الأساسية ومن الضروري أيضا أن نتذكر كلام الرسول يعقوب الذي قال الإيمان بلا أعمال ميت فالإيمان يتطلب محبة الله والقريب واختتم قداست الباب تعليمه وقال أمام سكوتنا المستمر في الخطيئة ومواقصنا الله لم يستسلم بل أراد أن يجعينا أبرارا وقد فعل ذلك بالنعمة بإعطائنا يسوع المسيح وبموته وقيمته من بين الأموات بالنهاتم بين الأ explicar